مشاهدين على قناة البلاد أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تاريخ مباشر نخصصه كما وعدناكم خلال هذا الموسم لمناقشة وتحليل وتتبع قضايا وأحداث ومواقف من سنة 1959 لغاية الاستقلال سنة 1962 وأرحب دائما ومجددا بضيوفي الدكتور رابح لونيسي أهلا وسهلا السلام عليكم الدكتور عامر خيلة مرحبا مرحبا الدكتور محمد لمين بلغيث أهلا وسهلا أهلا وسهلا إذن كما قلت نعالج في هذه الحلقات من هذا الموسم القضايا المتعلقة بهذه الفترة من تاريخ الجزائر وتاريخ الثورة ولأذكر دائما مشاهدينا بما تحدثنا وما عالجنا وما حللنا خلال الحلقات السابقة كنا توقفنا عند قضية أساسية قضية معروفة من تاريخ ثورتنا والتي عرفت بقضية العموري والتي باختصار طرقنا إلى كثير من جوانبها تتعلق بمحاولة انقلاب قادها هذا الضابط وبعض ضباط الولاية الأولى والقاعدة الشرقية وانتهت بالقبض عليهم وإعدام بعضهم وسجن البعض الآخر وتبع هذه القضية من ناحية التسلسل الزمني حدث أو حادث مهم وهو ما عرف باجتماع العقداء العشراء والذي دام حوالي مئة يوم أو أكثر من مئة يوم والذي نتجت عنه قرارات حاسمة وربما مصيرية بالنسبة لمسار ثورة التحرير أعتقد هذا هو المدخل تفضل دكتور رابح لونيس نعم يعتبر اجتماع العقداء العشر بيسمى باجتماع العقداء العشر مرحلة مفصلية في تاريخ الظورة مرحلة مفصلية بل يمكن القول في تاريخ الجزائر كله يعني حتى بعد استرجاع الاستقلال كيف جاء اجتماع العقداء العشر طبعا منذ أن تأسست الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يعني بعد حوالي أشهر دخلت في أزمات أزمات عديدة هذه الأزمات بسبب الصراعات الداخلية البقات ثلاث صراع فيما بينهم من جهة يريدون أن يسيطروا على القرارات وغيرها صح ديبلوماسيا نجحت نوعا ما فرحات عباس قام بجولات وزيارات لعدة دول للتعرف بالقضية الجزائرية لكن هناك مشكل كبير داخل الحكومة ذاتها غذتها خطي شال وموريس ومخطط وكذلك مخطط شال مخطط شال عمليات شال التي تكلمنا عليها في الحصة السابقة تعقدت الأمور ما فجر الأضمر كله ومقتل عميرة علاوة والذي تحدثنا عنها في المحلقة المهم أسمى خانقة داخل الحكومة المؤقتة تم الاقتراح تم الاقتراح العودة إلى القادة العسكريين القادة العسكريين لحل المشكل وقلنا في حلقة سابقة في حلقة سابقة قلنا أن دعوة العسكريين لحل الأزمات لم تكن فقط العقدة العشر بل حتى في 57 عندما وقعت الأزمة دخل CCU ولا يتحدث عنها الكثير لكن هؤلاء العسكريين آنذاك ردوا الأمر إلى CCU يعني اللي كانت أزمة بين كريم بالقاسم وعبا الرمضان لكن هذه المرة طرحت أن المجالس الولايات لأن كل ولاية عندها قائدها العسكري السياسي وعندها القائد المسؤول عن الشؤون السياسية المحافظ السياسي المسؤول عن المجال العسكري والمسؤول عن مجال استعلامات وغير الاتصالات هؤلاء المجالس العسكرية لكل ولايات تجتمع لحل المشكل لحل هذه الأزمة لكن في الأخير اتفقوا على قادة الولايات فقط قادة الولايات فقط لكن عمروش وسيل حواست استشهدوا استشهدوا لأنهم ذهبوا لهذا الاجتماع نعم استشهدوا في الأخير حضر عشر عقدة عشر عقدة البقات الثلاث لهما كريم بالقاسم بصفته قائد القوات المسلحة بصوف مسؤول على الاتصالات مسؤول على الاتصالات بن طبال وزير داخلي معناه شخصيات الثلاث الأقوى الذين يسميهم فرحة عباس ثلاث أسود داخل قفص تمكنتوا من عدم جعلهم يخرجون ويتصارعون كان سراع كبير جدا قائد الأركان في الشرق محمد السعيد قائد الأركان في الغرب هوري بومديين من المفروض 6 قادة ولايات لكن الصحراء الولاية السادسة لم يمثلها أحد استشهد سي الحواس لم يجدوا من يمثلها في الخارج نعم لم يجدوا في الخارج من يمثلها الولاية الأولى مثلها الحج الأخضر الولاية الثانية عليك في الولاية الثالثة يزرل لمهوش معروف كثيرا بالمناسبة من يريد أن يعرف عن هذه الشخصية محمد صلح صديق صديقه وكتب عنه نوع من ذكريات وغيرها من يعرف لأنه غير معروف وكان هو تقريبا بطل عملية العصفور الأزرق نعم العصفور الأزرق نعم في المنطقة يا زوران المنطقة الولاية الرابعة مثلها سي صادق يعني سليمان دهيليس لي كان قائد الولاية من قبل ثم خرج والولاية الخامسة مثلها العقيدة الوطفية المهم عشر هؤلاء اجتمعوا في مقر المخابرات يعني في مقر الاتصالات في المالك في تونس نعم في بداية الاجتماع وقعت أسما المهم طرحت عليهم طرحت عليهم القضية هو إعادة تشكيل المجلس الوطني للثورة الجزائرية في بداية الاجتماع وقع مشكل وقع مشكل في بداية الاجتماع هذا المشكل أنه لطفي عندما بدأ كريم بالقاسم وبصوف وبنطوبال قالوا منتو ما شاكم تديروا هنا منتو ما الأزمة ذاتكم هذا لطفي قالوا منتو ما لك ريس وبينو ما شاكم تديروا هنا يعني رافضا حضورهم البقات الثلاث نقال أن غاضي بكريم بالقاسم وغيره وتحاكم معهم يعني بكريم بالقاسم لكن بصوف وبنطوبال قاعدوا من ورع يعني خلاوه هو تحاكم مع لطفي تحاكم مع أبو مديين وغيره المهم بدوا أنه انسحبوا راح انسحبوا راح وغيره كريم بالقاسم وراح يعني يجب يحلوه وكل شي نعم وقعت أزمات كبيرة وقعت أزمات كبيرة لكن قبل ما نولي العقداء قبل ما نولي العقداء الناس البعض يعتقدون أن فقط هذا الاجتماع العقد لكن تؤسست لجنتين لجنة لصيارة برنامج لأن هؤلاء كلهم سيحضرون لمؤتمر المجلس الوطني للطورة الجزائرية هي عملية تحضير دورة المجلس نعم هي عملية تحضير لدورة سنوية نعم للمجلس الوطني للطورة الجزائرية مهمة العقداء هو إعادة تشكيل المجلس الوطني للطورة المجلس الوطني للطورة من قبل في اجتماع القاهرة وغيره أصبح وبالتالي لابد من تحويله إلى عدد 54 هكذا هما اتفقوا على كل أعضاء المجالس الولائية يصبحون أعضاء في المجلس الوطني للطورة مع بعض القادة في الحكومة المؤقتة وغيرها وبالتالي تقريبا خرج مجلس يسيطر عليه ثلاث أربعة أربعة أخماس هذا المجلس الوطني للطورة الجزائرية هم عسكريين نعم هم عسكريين لجنة أخرى سيارة البرنامج لي فيها شنتوف فرونس فانون محمد هاربي سيارة البرنامج برنامج للطورة يعني كما أرضيت على الصمام لكن ما لا تناولت هذه الأرضية تناولت قسمين العلاقات والتحالفات يعني معا من تتحالف في الجزائر معا من تقيم علاقات ومن تلحاح على الحياد الإيجابي الحياد الإيجابي وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية للجزائر نعود إلى تفاصيل الآن نعطي الصورة ما الذي حدثه بشكل عام بعد نناقش وتفاصيل وطبعا اللجنة الثانية فقط هو القانون الأساسي لطرأسها بالخداء في محمد بجاوي في بعض القانونيين في القانونيين لكن العقدة العشرة هو أهم اجتماع بعض يقولك تسعين يوم ومن لكن ليست يوميا نعم ليست يوميا لا هذا طول طول يعني حتى طول مدة طويلة لأنه منها مثلا كريم انسحب أسابيع لمدة هو منسحب ورافض يحضر الاجتماع نعم وطرحة قضية نبقى الآن نتأكد هل صحيحة أم لا يريدها وهو أنه الصراع الحاد تقريبا في العقدة العشرة نقسمه إلى دو كلون نعم دو كلون دو كلون من جهة خمسة خمسة يعني نعم خمسة خمسة كلون تعكرين بالقاسم هو الصراع البقات ثلاث كلون تعكرين بالقاسم يضم الحاج الأخضر قائد الولاية الأولى يضم سليماند هيليس محمد السعيد ويا زران والكلون الثاني اللي هو الكلون تعبوصوف وبن طوبال شوف بن طوبال ما رأى هكذا ما رأى هكذا لكن مدام كريم هو الأقوى هذه قاعدة في الجزائر شوف قاعدة في الجزائر قالها بن خلدون الأقوى الأقوى يتحلفوا قاعد ضده القبيلة الأقوى شوف القبيلة الأقوى بن خلدون قالها وما زالها حد اليوم إذا لقيتوا كلون ولا منطقة ولا أي شيء يبدأوا قاعدة حموا عليها لأنها هي الأقوى يلزم تولي كما هو نعم قاعدة بن خلدون باش نواصلوا فقط نعم كريم بالقاسم كان هو الأقوى كان هو الأقوى يلزمنا نضعفه بن طوبال سلام الوقت امشى مع بوصوف مع بوصوف بن طوبال بومدين علي كافي لطفي نعم لكلون الثاني طرحت قضية طرحت قضية أن كريم بالقاسم بسبب الصدام الحاد دبر عملية تصفية علي كافي لطفي و علي كافي لطفي وبومدين ودبر العملية واكتشفها أحد ضباط الولاية الثانية وخبر وخبر لكن تبقى بالقوسين هل صحيح أم لا والله العظيم هذا الضابط يسمى بن يازار بن يازار نعم هذا الضابط هو اللي خبرهم قالوا مولدي راهم يخموا يصفوهم يصفوهم لكن ماذا وقع بلطوا بالا عند كريم بالقاسم قلعوا قالوا بهدوه ودي غلطة ومن نوم قالوا خلاص ما نقتلوهم بشا سيدي يعني بأسلوب واسمه لكن هذا الكلام بن قوسين لأنه يحتاج بحث هل صحيح وأنا يبدو لي لأرجح لأنه لا أعتقد أنه باشي وصلوا للدرجة باشي صفو لثضباط كبارث لثقات بهذا الشكل بن قوسين هذا هذا يرويها علي كافي يرويها البعض لكن أنا أشكك في العملية وأستبعدها تماما هذا رأيه يعني تفاصيل وماذا يعني بشكل عام نعم وسنعود فيما بعد وسنعود للقضايا حول البرنامج وحول القانون الأساسي وستاذر خيله حول نفس الموضوع يعني إذا كان فيه نعم أشوف من يقرأ تزلسل الأحداث نعم ويشوف من الفاتح نوفمبر ربعة وخمسين وبالتحديد من سبعة وربعين ظهور المنظمة السرية أو المنظمة الخاصة يخلص لنتيجة التالية أنه دورة أو اللقاء تالي عقدا العشر كانت تكريس بما ساد في الجزائر منذ الفاتح نوفمبر بار وخمسين وهي قضية العسكري والسياسي الخاسر الأكبر من هذا اللقاء هو كريم بالقاسم الخاسر الأكبر نعم ماذا كريم بالقاسم لأنه بعد هذا اللقاء اللي كان بمثاب التحضير بالدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة الجزائرية لما انعقد المجلس تم تحييد كريم بالقاسم في التعديل الوزارية نعم تم تحييد كريم بالقاسم من وزارة الدفاع نعم وهو سنيدته وخارجية وزارة الخارجية وزارة الخارجية ولغيت أصلا وزارة الدفاع لا لا تحييده مهم قد قد وزارة الحربية والأكدام والغيال مهم تحييده من هذا الوزارة هذه وهذه بالنسبة للكريم فهمها فهم بأنه وهي كان ضل دايما ساجين المؤامرة منتعل رفاقه اثنين بصوف وبنطوبال الشيء الثاني اللي يتأكد كذلك هو أن الجزائر في هذه المرحلة دخلت صراحة حقيقة معينة وهي أنه من يحسن في النزاع هو الحامل البندوقية يعني العسكري ظاهرة العسكري تارياء تكرصت أكثر ولاحظنا بالأحداث اللاحقة فيما بعد أكدت الشي هذا أكدت وضلت الجزائر لا أقول ساجين ولكن هذا هو النهج لم يختلف الوضع في الجزائر خليني نحن بتحقص لم يختلف الوضع في الجزائر بين فترة النضاع من أجل استرجاع الاستقلال الكفاح العسكري والسياسي وبين البناء السياسي للمؤسسات الدولة وإلى الآن تفضل قلت لك وإلى الآن لم يختلف كثيرا لا أنا قلت صريحة يعني بناء المؤسسات للدولة الجزائرية إثرها برنامج طرابلس ولا إثرها مؤتمر الجزائر 64 ولا غيرها ولا تسعة ناس جوانا 65 نعم في النهاية ولكن ليه خرج كذلك منتصر في هذه المرحلة هذه ونقدر نقول باللي كانت البداية لفكل الارتباط اللي موجود بين بومدين وبوصوف هي الفترة هذه نعم ماذا؟ لأنه لاحظنا هي بداية صعود نجم بوصوف بومدين خرج منتصر من الشيء هذا لماذا؟ لأنه المجلس الوطني يطور الجزائرية زكى الاقتراح تقالوا يا مجي من طماجور جنرال على رأسها بومدين وهذا الانتصار كبير بالنسبة لبومدين وبداية تقل تفك الارتباط بينه وبين واللاحظوا فيما بعد أنه بومدين صار ما يهتمش بوصوف لأنه لماذا؟ لأنه تمكن من قيادة الجيش وتمكن من الضباط واستثاد من السراع ودوما كان أحيانا لا يتخذ موقف لا يتخذ موقف من الموقف إلى درجة أنه لما طلب منهم لطفي دخول الجزائر رفضوا ما تخالش الجزائر عن طريق البر نعم نعم ولاحظنا بكلهم من دخلهم تم بشكل أو بآخر اعتراض طريقهم نحن قلومهم مرة أقرارك تقدمت بنا شوية في لا ولكن هذه النتائج لا نقدرش لما نرجع لما نرجع يا حين وقت الحديث عن الواقع كواقع نعم لكن الآن من وجبنا نطرح السؤال قال هذون اختلفوا في مسألة الدخول وما الدخول وقدام وشكلت النتيجة 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 أنه في نهاية معروفة نتيجة معروفة وهنا لي توثير نظرية المؤامرة لأنه لطفي طرحت مسألة أنه تم تم الإقاع بها من طرف من طرف رفاقي وغيره من من الناس الذين اتخذوا مواقف غير مسائرة للطرح العام لساد في لقاء العشر وليس في الجلسات المجلس الوطني للطورة الجزائرية مسألة أخرى زي ميلي يتكلم أنا أقول بأن الدورة الثالثة المجلس الوطني للطورة الجزائرية السنراء كانت مختصة بالجانب التنظيمي ما فيهش فيما يخص الجانب الإيديولوجي لا تطرح المسألة وليس لدينا وثائق الآن تفيد أنه في انتج عن هذه الدورة منتج أدبي أو في الأدبية السياسية بمعنى أنه ما كانش هذه البرنامج ما وش موجود في الدورة لا 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 ما كان ما هو موجود من قسمين موجود وموجود لا أنت السياسي البرنامج السياسي لا تقول ما تقول خمسين ستين وش كاين وثيقتين دورة هذه كان دورة تنظيم كان القانون الأساسي للجب التحرير الوطني وكاين البرنامج السياسي لا يختلف كثير تفضل 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 واصل مرة أخرى بأن المراجعة متاع الاتجاهات الإيديولوجية والسياسية المتتم ما عليش نكون وضحين وضحين هل هناك وثيقة يحمل اسمها برنامج جبهة التحرير الوطني أو ما كانش إذا من الميز بكلمة برنامج جبهة التحرير الوطني والأرضية تعطر على غرار مأرضية الصمام نعم لينتظر لينتظر ماذا يرجح تفضل تفضل ما تخلناش في الدورة نعم دورة تعلم مجلس الوطني التورة الجزائرية الثالثة هذه تغاء لها الخلافات التنظيمية سياسية التنظيمية والتموقع والتموقع نعم دار القانون الأساسي لجبهة التحرير الوطني لأنه لم يكن موجود قانون أساسي وإن دار قانون أساسي تم نفصل كذلك في بعض القضايا السياسية ولكن الجانب الإيديولوجي لم تتم مراجعة خلافا للشيء اللي جرى في دورة سبعة وخمسين نعم دورة سبعة وخمسين تم العدول عن الجوانب السياسية وبعض الجوانب الفكرية نعم لكن في استمرار بالنسبة للشيء اللي موجود في اللائحة وما كيش هذا الاهتمام وبالمناسبة حتى برنامج طراب لسي ما تروح المسائل الإيديولوجية والمسائل ما كيش يهتم بها اهتموا بالمسائل التنظيمية وافقوا بالإجماع نعم قلناها في الحلقة الشابقة بما في هذا البرنامج في الدورة المجلس الوطني وافقوا عليه بالإجماع ولم يناقل إذن باش نرجعوا أعتقدر أنا تقدمنا شوية دخلنا في اجتماع العقدة لم نصل بعد إلى الدورة الدورة يجب نخصوا حلقة أخرى هذه الأمور مترابطة على الليحان يعني صعب لا لا نتكلم على اجتماع العقدة ونفسه عن الدورة هو كانت بمتب التحضير للدورات على المجلس الوطني لطورة الجزائرية ولذلك ظلال ما جرى من خلافات في لقاء للعقدة العشر انتقلت مباشرة إلى اجتماع فعلها المجلس الوطني لطورة الجزائرية والنتائج اللي يوصل إليها عكسة موازن القوى اللي كانت سادت ولكن من زاوية أخرى قبل من زاوية لأنه انتهى الوقت هذا الجزء من الحصة بعد الفاصل نعود لك دكتور خيلو لكن بسرعة بإيجاز باش تكملنا هذا الجانب ونعطيه الفرصة لدكتور الأمين بالغير لأنه نشوفه ينظر إلي بنظرة أبدا لا من حقه لا من حقه إذن مشاهدينا فاصل ثم نعود لنواصل معكم هذه الحلقة من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد مشاهدين على قناة البلاد أهلا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من حلقة برنامج تاريخ مباشر واللي كنا قبل الفاصل نتحدث فيه حول الآثار والتداعيات لاجتماع العقادة على دورة المجلس الوطني لثورة الجزائرية مع الدكتور عمر خيلاء يعني باش ننتقلوا الموضوع تفضل دكتور بإيجاز الرجال اجتماع العقادة العشر أنا في تقديري ومن خلال المعطيات وعندما نشوفوا تسلسل الأحداث نعم قلوا جاء في الوقت المناسب نعم لماذا جاء في الوقت المناسب المؤسسات ما صارتش مؤسس الحكومة المؤقتة ما صارتش تملك حلية القرار صراع داخل المكونات الولايات الولايات السد نعم صراع على شده الخلافات التفاقم الخلافات بين الداخل والخارج وسعي كل طرف لفرض وجهة نظرة العنف اللي تسمت به الأعمال العسكرية الفرنسية ضد المدنيين والعسكريين حل سوى كثرة المعتقلات المحتشدات اللي وضع فيها الجزائريين لا درجة أنه في سنة ألف في سنة بعد سنة يعني من تحديد كان مليون وخمسمائة ألف جزائري جزائري موجودين في هذه المعتقلات هذه الأعوام المجتمعية جاءلة اجتماع العقودة العشر يعيش يعيش صراعات يعني عكس الخلافات الموجودة على مستوى المؤسسات وفي نفس الوقت نقدر القلوب اللي كان بمثابة مخرج من خلال ما اقترحه ومن خلال ما قدمه للمجلس الوطني التطورة الجزائري أو ما تناول من سلوطن التطورة الجزائري إيجاد مخارج للمداخل لهذه الأزمات وهذا الوضع لهذه الأزمات وهذا الوضع نعم دكتور دكتور بلغيث أعتقد عندك تعقيب ربما وعودة إلى موضوع قضية العموري لكن بإيجازة رجاء نهت فضل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عندي إضافة بسيطة في هذا الموضوع ويتعلق أنه ربما لأول مرة البئة الثلاث سيجعلون مصيرهم بيد العسكريين بشكل كبير بالرغم أنه شيء المعلوم أن هؤلاء عقداء وكلهم عسكريين بيئة بيئة ستظهر بعد تسعة وخمسين وهذا كلام الرئيس علي كافي وهواري بومديين وهواري بومديين سيصدع نجمه بشكل كبير جدا وسيصبح شخص له كاريزما وله مكانة في إعادة تجديد المؤسسة العسكرية وتحويلها إلى جيش احترافي وإصلاح الخلل الذي كانت كان يعاني منه جيش التحرير الوطني وهو الذي سيؤهله ليكون قائد الأركان بعد فترة قصيرة جدا وهذا حديث وشهادات رفاق الذين سعدوه أو أوصلوه إلى هذه السلطة الآن أنا عندي كأنني عندي أزم الضمير تجاه ما كنا قد تحدثنا عنه في الحلقة الماضية فيما له صيل بقضية علاو عميرة يعني صراحة علاو عميرة علاو عميرة نعم علاو عميرة يبدو أنه بالرغم من الصورة الجميلة والتوصيف الجيد لأستاذ رابح ولكن يبدو أنه في أشياء ما تكلمناهاش طبعا أولا عميرة من منطقة الطيف ومعروف عند فرحة عباسي يعني يعرفون ليه لكن الثابت مثل ما تكلم زملاء أو مثل ما هو موجود الآن في الأدبيات التي نشرت في 2021 و أنه كان صديق حميم لمحمد الأمين دباغين هذا الشاب شاب مثقف من جيل الانتيال دي كلفا بمهمة من مهمات المخابرات الجزائرية في بيروت إلى جام شخصية وهنا النقطة التي لم نشر إليها أن الأسباب استدعى عميرة اللاوة إلى الحكومة المؤقتة هو التقرير الذي كتبه بمنذوب آخر للمخابرات الجزائرية ومعروف إنسان إبراهيم كابويا إبراهيم كابويا هذا أصيل مثيلة وهو من الشخصيات القديمة شكو اللي كتب التقرير بالآخر تقرير كتبه علاوة كتب تقرير ببراهيم كابويا هم الثنين في بيروت هم الثنين في بيروت يقول هكذا التقرير يقول أنه تقرير علاوة عميرة أن مع القنصرية الفرنسية وطبعا هذا الموضوع هذا في أسماء تدخلت لا أعرف لماذا تدخلت بالضبط اللي هو بن عودة بن عودة كان موجود في الأزمة تعالى عموري مثل ما كان موجود في مأساة علا وعميرا أنا أعتمد في هذا الموضوع على الخلاف الذي ظهر في السنوات الأخيرة بين قيادتين بين مصطفى بن بعودة وبين الوردي قتال والوردي قتال منذ 26 سبتمبر 56 وهو في القاهرة وكان يقوم بعمل ربما ثانوي ولكن كان يخضع لاستشارات القيادات لماذا؟ لأنه كان من الرواد الأوائل جيش تحرير في سوق هراس في الجورف وطبعا وكان محاط بمجموعة من بلدياته من بين الشخصيات التي كانت لها صيلة به هو إبراهيم زهودي ورح يكون عنده علاقة راقية جدا مع الأستاذ مالك بن نبي وأكثر من ذلك راح يكون عنده علاقة بشخص معروف وهو إبراهيم بولكرام هذا إبراهيم بولكرام بالمناسبة كان يسكن في القاهرة يوم استدعت الحكومة المؤقتة علاوة لتبرير ما ورد من اتهام إبراهيم كابوية يبدو والله تعالى أعلم هذه تعود للشهادة ومذكرات الورد قتال يقول أن بن عودة أرسل مجموعة من أعوانه وهؤلاء الأعوان هم الذين فتشوا وثائق وأدباش بلغة إخواننا في تونس في بيت إبراهيم بولكرام مما أثار حفيظة الرجل لأنه يعلم يقين أنه رجل المقابرات له الحس السادسة في معرفة إن تعرضت أدواته إلى الترتيب فجاء إلى مقر الحكومة المؤقتة ودخل عند فرحة عباش محتجا الآن كان الرواية التي تحدثت عنه جزئية منها داخل المكان الذي حدثت فيه الحادثة المؤسفة كان موجود بن عودة وكان موجود فرحة عباس فرحة عباس رجل بنفس القيمة الراقية التي وصفه بها الأستاذ رابح يعني رجل مسأل فقط للدقة أستاذ لأنه هو الحادثة المعروفة وقعت في مكتب فرحة عباس نعم لأنه داخل مكتب وداخل مكتب كان موجود بن عودة كان موجود بن عودة هذا وفق الرواية تاع الوردي قتال كان شاهد عيان ويقول أن هذا الكلام بالمناسبة هذا الكلام الذي سمعته هذه الشهادة من الشخص المعروف الذي تكلمنا عليه البارح تأزمة العموري مصطفى لكحل أيضا عنده شهادة على ما وقع في هذا الفيطر وكان شاهد آخر هو توفيق المدني يقول كنت موجود فيه الآن تبقى هل حقيقة ما يقول وردي كتال أن الذي تسبب في الحالة هو بن عودة ويقول الآن استكمال الشهادة بعد ما قرنا الكتاب الخطابي حول الأمين دباغين الأمين دباغين بالمناسبة يوم سأل الشهود أو بعض الشهود قالوا لولي ألقيا من الطابق الخامس مع أنها مش حدث عادي صحيح الأمر الثاني الشخص الوحيد اسمعها مليح الذي اطلع على تقرير التقرير الطب الشرعي في المستشفى المصري هو هنا سنقرار لك ماذا قال الأمين دباغين في حول هذه النقطة التي أفاضت الكأس وتحدث عنها الزملاء يقول قال لهم هكذا يوم اطلع على التقرير تأكدوا يقينا بأن الميت اليوم ليس هو عمير على اللاوة بل إن الميت اليوم هو الحكومة المؤقتة بمعنى يفهم من هذا الكلام أنه الأمر ضبر بليل وأن مقتل على اللاوة ما هوش عمير على اللاوة ما هوش حاجة عفوية هكذا وهذا هو الإشكال الذي سيقع فيه أو ستقع فيه الثورة من خلال العمليات التي ربما أشار إلى جزئيا منها وفعلا يعني هو كان سبب في موت هذا الحكومة في ذلك الوقت نعم ولهذا وهذه رائعة جدا أنا لكن دون موت فرحة عباس لا 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 والدليل أنه فرحة عباس أعيدها أعيدت لو كان هو القائل وراء مقتله ممكن يبعد نهائيا نعم فضل فضل لميت الحاجة اللي أنت لما تقرأ على دكتور محترم مثل الأمين دباغين وقعت له الآن وقعت له أزمتين في المسار أو السياسي الأزمة عسلت وربعين وما تعرض له رفاقه في تبسة تحديدا نعم والأزمة الثانية هي الاستقالة العلنية التي قدمها في 19 مارس 1959 معنى ذلك الآن لحسيت بأزمة الضمير بالمناسبة أنا رجعت الكتابات فتح الذيب رجعت لما هو مكتوب في هذا الفطرة المصريون لم يتدخلوا في القضية في أي قضية في قضية عميرة بالعكس استغلوها وفتح الذيب يقولها صراحة لا سمحني سمحني خلينا نتكلم وقول ما تشاء طبعا لا أظن يخاشوا السيد عادي وطالبوا برأس بصوف هل المصريون استغلوا الحادثة فعلا من أجل التأثير على فرحة عباسميث ما تحدثنا في الحلقات الماضية هذا هذا أمر أيضا متروك للمؤرخين والعودة لوسائل الإعلام في ذلك الوقت وهذه تطلب مننا أن الإنسان يحذر من إطلاق الكلام على عواهنه تعجبني العبارة على الدكتور بالغير يقولي نتركوا الأمر للمؤرخين هنتم المؤرخين لا ولكن احنا شوف لا كين شوف في تحدي بقالق وقعت جريمة في تحدي بقالق وقعت جريمة واستغلوا الفرصة لأن المخابرات المصرية تريد أن تراقب المخابرات الجزائرية في القاهرة لدرجة لدرجة المخابرات الجزائرية في بعض الأحيان يهفوا يعني يموهون وغيره إلا لكي لا يرقيبونهم هنا هم كانوا راضبين جدا على بصوف وبالتالي أرادوا رأس بصوف وليس فرحة عباس رأس بصوف لأن بصوف يعني وضع حد لأي تدخل من هذه المخابرات وغيرها تقول لي ما تدخلوا وشي استغلوها إلى أقصى قدر أرادوا أرادوا يعني شكو تتحكموا هذه المخابرات لا فتقفت أي بيقولها صراحة رجعت عندي خصص لها فصل كامل في تحدي بيقولها ممكن إذا سمحت لي فقط نذكرك أو نذكر الأخر بشهادة أحمد توفيق المدني مدني نعم أحمد توفيق المدني اللي كان يقول أني كنت ننتظر أمام الباب تعمكت بفرحة عباس ودخل علىه وسمعنا الصراخ وكذا بعد خرج فرحة عباس وقالنا يعني في حالة نفسية وقال أن الرجل هذا مجنون وألقى نفسه من نافذة وكذا لكن فيما يقول هو أنه الإعلام المصري الصحافة المصرية خضات يعني الأمر بشكل كبير جدا يعني ودخلت فيه وكذا يعني يتكلم على دور مصري ومحاولة استغلالها هذه فقط للإضافة هذه شهادة أحمد توفيق المدني بالأكثر من هذا إذا سمحت لي بالأكثر من هذا يكتشفوا يكتشفوا كأنه المخابرات الجزائرية داخل مصر وتم الاستيلاء عليها المخابرات المصرية والجيش المصري تم استيلاء على شغل مقرات 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 لتابعة المخابرات الجزائرية قال هذه أرض مصرية يعني ما توليش نعم تفضل تفضل أستاذ بلغير تفضل لأنه يكون جيت في مجلس الواطني للثورة ما نشعله كيف يجدير نعدموك شوف فقط أنه هل الآن تقرير تقرير على الله وأميرا نعم تخذ بعيد الاعتبار أملا لأنه لما تتهم شخص ما بالتخابر مع جهة أجنبية يفترض أنه يقع لكما وقع بالعموري وجماعة العموري يعني قصدك التقرير اللي داره حول براهيك أبويا لم يأخذ بعينها لم يأخذ بعينها لأنه شوف لما تتبع مسار الرجل رب يرحم الجميع إن كان حيين أو ميتا أنه في الواحدة والستين عينوه في أكرا بدلا من فرنس فانون نعم وفي الربعة والستين يعني سنتين بعد استقلال عينوه سفير في سلطنة عمان على ذلك أنه الوثائق اللي بحوزتنا الآن لا تشفي الغليل لماذا؟ لأنه قضية عميرا ليس قضية بسيطة جدا أنه تؤدي بشخصية له كاريزما وله مكانة راقية جدا في تاريخ حوليات الجزائر حتى أنه وإذا كان نرجع للخلف وربما يوفقوني الجماعة أن الرجل لما تقر عليه في المانيفاست الكارون دو أنه فرحة عباس هو فرحة بسيقول أنا وفرحة عباس من كنا وراء المانيفاست هذا وفرحة عباس كان في مستوى وعي كبير جدا أنه كيف سنلتقي أو كيف سنستفيد من الإنزال الأمريكي المرتقب في مدينة الجزائر معنى ذلك أنه تحييد وتهميش شخصية بمستوى مثقف من النخبة الراقية المتميزة في الـ 46 وفي الـ 59 وتعرض أتباعه لكثير من المظلومية الموجودة حتى في كتب التاريخ هذه هي الصورة التي وددت وأنا أتحدث عنها وأعيدكم للحلقات الماضية لموضوع عميرة بالعكس إثراء مهم جدا الآن كنا عندي حاجة أيضا عندي حاجة وهي قضية الأموري الأموري لها رتبات أيضا بالتدخل المصريين هكذا على الأقل سياق الكلام كيف قابر كذا تسمح لي عندك تعقيب حول قضية علاوة المنحة الذي ننتجه له هو أننا نأخذ من تصريحات وناس مشبهين أو موجه لهم أصابع الاتهام بارتكاب هذه الجريمة وكأنها حقائق تاريخية قلت باللي الآن نقرأ في التاريخ ما راناش نأرخ وما راناش نقوله بأنه هذه الحقائق رح يثابتها بل ضبط لماذا؟ لأنه هذه التصريحات يأتي الدباغين ويقولوا انتهت الحكومة انتهت بهذه المشكلة انتهت تبقيني يجب أن نعرفها علاقته في فترة هذه فرحة عباس نعم علاقته بالسراع الذي كان موجود ولذلك يبقى القول بأنه هذه الحكومة انتهت هو قول خصم للأسر وما نعتبره باللي هذه الحقيقة باللي الحكومة المؤقتة انتهت بغتيال هذا الرجل مسألة اخرى كذلك ايه مش من سهل بها الموجهة الان ونتأكد وقلوب اللي كاين منها بأنه بالعودة هو المرتكب للفعل مرتكب والفعل استناد الماذا لتصريحات اشخاص احنا عرفنا بأنه تاريخ جزائر لا يخلو من النزاعات الايديولوجية العشائرية والشخصية كذلك وشاهدنا في كل مرحلة من المراحل كيف ينسب لبعض المجاهدون ولا المناظرين كيف ينسبون لبعضهم البعض قضايا الاستقلال ثم انه كذلك لانا سابع انه التصريحات جاءت اثر الاستقلال وفي ظل سراعات سياسية ايديولوجية وفي ظل تنافس بين المجموعات المتداولة على السلطة وفي ظل كذلك يعني يعطاء اولوية لأشخاص دون غير لما نشوفه السيد بن عودا الله يرحمه كمجاهد بن عودا كان مغبون مهمش الى غاية فترة معينا لما انطلق في الهديث صار عنده خلاف مع الكل يعني لما نشاهد تصريحات السيد المرحوم المجاهد بن عودا وجدوا عنده الخلافات مع العديد من الاطراف والاتهامات المتبادلة لكن دورتي نحن موشي أخذ اتهام معين وقدموه للمشاهدين كحقيقة تاريخية أنا لا أعتقد أنكم راكم تديروا شي هذا أنا اللي نشوف أنه كل واحد راه يقدم يقدم ينقل شهادة ينقل كذا ولكن ما كان حسم يعني ولا واحد راه يقول أنه هذه هي الحقيقة لا ما نتبناش ولا واحد ما نتبناش ما نتبناش ما نتبناش شهادة هذا أو ذاك نحن نرفع لكن قدموها يا أستاذ نقدم شهادة نعم نعم ولكن ما نجزموش في شهادة هذا هذا تفقين لأننا نتكلموا بالعربية نعم واللغة راهي واضحة هذا صح التصريحات تانا تصريحات تانا يبغي أن تكون تاني مسؤولة لماذا؟ لأنه قد يأخذ بعض من أبنائنا ولا بعض من المشاهدين وكذا بأنه بمثابة هذه الواقعة تاريخيا هي واقعة أكيدة ومثبتة ولذلك مسؤولية وعلى أداوة الشيء اللي حبي تنظيفه في هذه النقطة كما نقاط أخرى هو دكتور إذا سبحت لي أعتقد أنه التذكير تاعك مهم جدا طبعا لأنه بعض الناس اللي تتابعوا وكذا ربما ما تميزش هذا الجوانب نحن نقدم نحاول نقدم أحداث ونحاول نقدم كذلك شهادات لأنه هي مصدر أساسي لا نتبنىها لا كبرنامج يعني نحن بهذه الحصة هذه لا تتبنى هذا الأرع نحن لما نجيبه الدكتور بلغيث يقول أو يقدم شهادة الوردي قتل أنه فلان هو اللي قتل عميرها أو لما الدكتور رابح لونيسي يقول أنه فلان دار كذا لنقل نحن نستعرض لأنه هذه الأمور موجودة منشورة رأي في كتب الناس هذو نشروها في مذكيراتهم في كتبهم طبعا ربما الجمهور العريض ما يوش مطالع عليها وكذا لأنه موش مختص نحن نقدموها نحاول أحيانا ندير القراءة اللي تفضلت بها القراءات يعني نقرأ هذه الأحداث نظن نحاول أحيانا لما تتاح المعطايات نحاول ندير نوع من الترجيح في هذه الشهادات وفي هذه الآراء أحيانا المتضاربة أو المتعارضة لكن كما تفضلت دكتور خيلة يبقى الشيء الأساسي اللي حكمنا هو البسؤولية يعني نعتبر نفسنا مسؤولين عن هذا بسرعة رجال لأنه الوقت من بعد نرجع نحن في المدرسة التاريخية الجزائرية رأنا ضحية عاملين عامل كتابة التاريخ من طرف السلطة أو من منطقة السلطة ما يرضي السلطة وللأسف لدينا الكثير من الأقلام اللي كتبت فيما راح مختلفة منذ استرجاع الاستقنال بيضة ما هو أسود واستودت ما هو أبيض صحيح استناد المدى استناد المنطقة السياسية اللي سايد على مستوى السلطة الفعلية هذا جانب الجانب الجانب الآخر الجانب الآخر أننا عندنا الكثير من الأحداث هي محل الخلافات بين حتى المؤرخين نعم ونتوقف عند هذا الحد إذا سمحت لي لأنه انتهى الوقت لا هذا موضوع مهم هذا القوس الذي الفتحته مهم نرجع لها يعني نعطيه لها بعض الوقت في حلقة قادمة إن شاء الله إذن مشاهدينا عادي عندك حق نعود نفتحه لأنه مهم الموضوع الذي أثار الدكتور خيلة مهم جدا إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد أشكر مجددا ضيوف الأعزاء الدكتور ربح لونيسي شكرا لك الدكتور عمر خيلة شكرا الدكتور محمد لمين بالغيث شكرا لك وإلى أن نلتقي في عدد وحلقة أخرى من برنامج تاريخ مباشر تحياتي شكرا لك